أعتقد بأنه له علاقة كبيرة بما حصل في المدة الأخيرة بضرب قاعدة التنف مثلاً وضرب السفن التجارية في منطقة الخليج ومؤخراً ضرب مقر رئيس الوزراء العراقي طبعاً هذا القانون مهم جداً في الوقت الحاضر أعتقد بأن الولايات المتحدة وجود الجيش الأمريكي في العراق في الوقت الحاضر كما تم الاتفاق عليه بين رئيس الوزراء السيد الكاظمي والرئيس بايدن في يوليو الماضي بأن طلب رئيس الوزراء العراقي من بايدن بأن يسحب القوات القتالية من العراق وبناء على طلب رئيس الوزراء قرر بايدن سحب القوات القتالية من العراق لم يطلب من الولايات المتحدة سحب القوات غير القتالية السبب الرئيسي لأن القوات غير القتالية مهمة في منطقة في العراق أولاً لضرب أماكن داعش قواعد داعش لأن الطيران الأمريكي المتواجد خارج العراق ترده معلومات من قبل هذا الجيش الأمريكي المتواجد هناك لإعطائه معلومات عن المواقع التي تقوم داعش بضربها إذا مثلاً لا صمح الله قامت داعش باحتلال مدينة معينة في العراق بإمكان هذا الجيش الموجود غير القتالي بإمكانه إعطاء معلومات إلى الطيران الأمريكي مثلاً المتواجد في منطقة الخليج مثل قطر مثلاً وغيرها بإمكان هذه الطائرات أن تقوم بضرب المواقع ثانياً عندما تشتري العراق أو أي دولة أخرى أنظمة الطيران الأمريكي مثلاً الـ F-15 أو الـ F-16 لا تشتري فقط الطائرات تشتري معها صيانة هذه الطائرات كل مرة تقوم هذه الطائرات بطيران يجب التعامل معها يجب صيانتها مباشرة هل مثلاً تركيا اشترت طائرات F-16 منذ زمان طويل الحكومة الأمريكية منعت بيع طائرات F-35 لأن تركيا اشترت منظومة صاروخية الـ S-400 ولكن الطيران التركي في الوقت الخاضر يعتمد على الـ F-16 الـ F-16 بعد 10 إلى 15 سنة الموجودة في تركيا لن تكون صالحة للطيران إذن على الحكومة التركية أن تشتري طائرات جديدة F-16 واليوم الكونغرس الأمريكي لن يسمح بذلك هذا ممكن أن يحصل في العراق فيما إذا انسحبت القوات الأمريكية لن يكون هناك صيانة لهذه الطائرات فإذن لن يكون لهذه الطائرات أي مفعول في المستقبل إذن من الضروري بقاء القوات الأمريكية أضف إلى ذلك أن وجودنا في العراق هو لإعطاء الإرشادات لإعطاء النصف لتدريب الجيش العراقي وبالفعل في السنوات الأخيرة الماضية استطاعت القوات الأمريكية من تدريب حوالي عدد كبير من الجيش العراقي حوالي 250 ألف جندي عراقي منهم 50 ألف لمخاربة داعش فإذن وجودنا مهم للأمن الداخلي في العراق اشتركوا في القناة